شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية 149 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلاة بها والمنعقدة في جينيف وخلال كلمته في أعمال الجمعية أكد رئيس مجلس النواب أن البرلمان المصري سيواصل القيام بدوره الريادي في تعزيز أليات الحوار البرلماني العالمي الجاد وأداء الأمانة التي حمل بها تجاه القضايا العربية والإفريقية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وسنظل في البرلمان المصري على العهد وكما كنا في الماضي حاملين للواء استقلال شعوبنا العربية والأفريقية الشقيقة فإننا سنستمر في أداء تلك الأمانة التي حملنا بها تجاه القضايا العربية والأفريقية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية سعيا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المنشودة على حدود الرابع من يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وإرساء الأمن والاستقرار في كافة ربوع المنطقة العربية والقارة الإفريقية ترجمة نانسي قنقر